المرتزقة والقوات الأجنبية ملف أصبح حديث الساعة من دول ومنظمات دولية في أي حوارات أو مؤتمرات تعنى بشأن الليبي لسيما الولايات المتحدة الأمريكية والأمم المتحدة آخرها كان في مؤتمر برلين الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتوريش شدد خلال كلمته المسجلة للمجتمعين في المؤتمر على ضرورة وضع حد لجميع التدخلات الأجنبية بما في ذلك الانسحاب الكامل لجميع القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا جوتوريش حث الأطراف المحلية والخارجية على الاتفاق لوضع خطة شاملة ذات جداول زمانية واضحة لتحقيق هذا الهدف الذي تقف البعثة على أهبة الاستعداد لدعمه الجانب الأمريكي يدعم بشدة لإخراج المرتزقة تحدث على لسان وزير الخارجية أنطونيو بلينكين الذي قال قبيلا عقاد المحفل الدولي إن مؤتمر برلين فرصة للحفاظ على وقف إطلاق النار وإخراج القوات الأجنبية من البلاد ومواصلة دعم المجتمع الدولي الموقف الأمريكي هذا أكده رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد البيبة في لقائه مع وزير الخارجية الأمريكية على هامش المؤتمر الدبيبة شدد على ضرورة خروج جميع المرتزقة والقوات الأجنبية غير الشرعية من ليبيا لتحقيق الأمن والاستقرار في البلاد مرحبا بما سماها المشاركة البناءة مع الولايات المتحدة الأمريكية خاصة فيما يتعلق بإخراج المرتزقة الأجانب من البلاد وعقب التشديد الليبي الأمريكي على ضرورة إخراج المقاتلين الأجانب قال مسؤول بالخارجية الأمريكية إن هناك اتفاقا في اجتماع برلين على ضرورة مغادرة المقاتلين الأجانب ليبيا المسؤول الرفيع قال أيضا إن الدول الداعمة لحفتر فاشلت لذلك فهي ملتزمة الآن بالعملية السياسية مشيرا إلى أن معظم الأطراف الأجنبية تدرك أن محاولة تحقيق أهدافها بالوسائل العسكرية لن تنجح الدعم الدولي الأمريكي لإخراج المرتزقة الأجانب من ليبيا فرصة يراها مراقبون لحل التحدي الأكبر أمام السلطة التنفيذية قبل موعد الانتخابات فهل سيكون مؤتمر برلين نقطة تحول رئيسية في هذا الموضوع أم أن المجتمع الدولي والدول الفاعلة في الشأن الليبي لهم حسابات أخرى